وان هو كان حابب يجي طبقها يا فاروق وجهة نظرك في الطريقة دي ايه؟ وهل من المفترض او من الضروري تغيير طريقة اللعب فيما تبقى من مباركة للمنتخب في الفترة الجاية؟ اكيد خطة او طريقة لعب 4-3-3 هي خطة نجحة مع مدربين كتير ومنقدرش نشكك في خطة اللعب لكن احنا نشكك في خطة اللعب هل هي مناسبة الامكانيات الكورة في مصر؟ ايوة ايوة هل المدارس الكورة في مصر بتتلعب 4-3-3 مين فرق في الدوري بتلعب 4-3-3 هل تقدر تذكر فرق في الدوري بتلعب 4-3-3؟ كل الفرق غلابها بتلعب 4-2-3-1 في جل الاهلي تلعب 4-3 3-4-3 ودي خطة برضو ممكن الاعتماد عليها في منتخب مصر انا اقصد ان انت كمدرب كبير مينفعش تبقى عندك قالب معين هطوع في اللعيبة احط تريزيجي لعب 3 في نص الملعب طب ليه عندي عبدالله السعيد عندي مجدي افشا اتنين من افضل صناع اللعب في قارة افريقيا مش هلعب بصنع لعب فمش هاخد مجدي افشا وخلي عبدالله السعيد على مقاعد البودلاء الظروف اضطرتني في المباراة لان انا الظاهير الايمن الوحيد اللي معايا الجاهز اتصاب ليه مقدارش هلعب بتلعب 3 مدافعين لان انا مغيرتش كارلوس كيروش طول المتشاط اللي فاتت دي مغيرش الخطة مغيرش اسلوب اللعب مطوعش اللعيب على اسلوب اللعب تاني مختلف لو احتكتوا في بطولة الامم في مطشاط زي دي اقدر العب بيه المباراة كانت بتقول ان انا كان لازم العب بتلعب 3 مدافعين واحط احمد سيد زيزو مكان اكرم توفيق العبه وينج باك الظروف حكمت علي كده طبعا الظروف حكمت ده هيساعدني في محمد صلاح ان هو هيبقى الجناح اللي انت عايزه ان هو موجود دايما للداخل لان وراه احمد سيد زيزو موجود وينج باك وموجود 3 مدافعين بيغطوه لكن هو مغير زيزو كان ممتاز مبارا صراحة ماشاء الله علي كان ممتاز وتأخر تغييره جدا اتأخر تغييره جدا فانا ما عنديش الاماشة اللي تخلينا نعب 4-3-3 لازم اغير وانا اتمنى في المباريات القادمة للمنتخب اه هتبقى مغامرة لان انت المطشاط الوديا اللي كانت قابل كده او في بطولة العرب مجربتش 4-3-3 بس اتمنى ان انت تغير اسلوب اللعب مجربتش اغير 3-4-3 مجربتش غير 4-3-3 فانت لازم حتمي دلوقتي ان انت تغير اعتقد ان 4-2-3-1 هي انسى بطريقة انت تلعب بها خصوصا ان مطشن بتوعب